وعايز تكلمنا نرجو يا رب أن تعطينا الناس مع كلامك وأن تسخر عبدك المتكلم أن لا يقول إلا كلامك عشان نستفيد عشان هو كمان يستفيد تكلم إلينا يا رب فنحن عبيدك سامين ما أجد إلى رب هنا جئنا إلى نهاية القصة بعد كده خلاص ما فيش نهاية تانية للقصة دي يعني أول الصاحب الجاي بيبتدي يقول إيه حد قدامه الموضوع خلص الحزقية خلاص انتهى فهذه آخر جزء في حياة حزقية وذي كانت آخر قصة في حياة حزقية بدت من أول الصاحب الآخر وفرق كم سنة خمسطاشن بلوشي اللي مذكور في آخر قصة عن أعماله كان جاب للخمسطاشن حاجة عجيبة ربنا حاجة عجيبة جدا صراحة اللي مفهمش ربنا ده هعيش في غلبه طول عمره صراحة يعني واللي يفهم ربنا وربنا هذا بنعمل من فوق بالفهم يعني بس احنا نطلب الفهم الديني فاهم يا رب يقش متمتع كل عمره وفوق واللي ياخذ فوق هنقراء التفسير الجزء اللي احنا قرناه النهار في ذلك الزمان هاي في ذلك الزمان دي مذكورة قبل كده فين في تلك الأيام مش كده يعني مش محدد الموضوع في تلك الأيام مش كده ناس بيقولوا دي قبل ضربة الملاك بعد ضربة الملاك هل ضربة الملاك حرست بعد يعني صدر الخراضة الحزقية الواحد يشكه في كده طبعا لكن يعني ما فيش تحديد بالظبط امتى حصل هذا وفي ذلك الزمان انه بعد ما حصل الموضوع في تلك الأيام ده وحزقية في ذلك الزمان طبعا نجوم بعضيها مش قبلها لانه نجوم بيسارة العجوبة فبعضيها بقديه ما نعرفش سنة الأولى سنة الثانية سنة الثالثة ما نعرفش لكن غالبا في السنين الأولى ليه لأنه ما نسى مالك عنده كام 12 يبقى إذن يا السنة الأولى يا التانية بالكثير والتالي ناس دولة جم لحزقية لأنه عشان داله 15 سنة هو كان عمره 12 لما مالك يبقى تولاد في الثلاث سنين الأولانية من البونس اللي ربنا أداه ليه حزقية في ذلك الزمان أرسل برودخ بلدان بن بلدان مالك بابل رسائل وهدية إلى حزقية لأنه سمع أن حزقية قد مرض إحنا من نجراش في الكتاب أبدا أن في مالك في دولة مرض مالك في دولة ثاني يبعث له رسائل وهدية ليه أنت محد جراه حاجز هدية ما عرفش في كتير ملوك مرض لكن إن مالك ودي دولة عظمى في الوقت كان صعدة كان أشور بتاريهبط وهي بتاريه بتاريه دولة عظمى يعني يبعت إيه إيه يا حزقية دي دي كان سريح 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 بحي موته لولة اللي حصل لكن السبب المعجزة الكونية اللي حدثت لأن المعجزة رهيبة جدا إنه ناس فجأة تلاقي نفسها في الليل بقت في الصبح الصبح اللي قابلي مش اللي بعدي إيهود وبعدين بالسؤال طبعا خبرت عارف يعني حزقية ماذا عايزة يكتمو ويكتمو ليه ده ينبسط ويمكن يقول بنشر المجد الله يعني باعتبار أن الله هو إله يهوز ممكن فوصل الخبر بطريق أو بآخر لكل العالم اللي تحركوهم أكتر ناس مهتمين بالنجوم ودول اللي منهم مجيوس المشرق مجيوس المشرق في المشرق هناك إما يعني المشرق بتاع بابل أو مشرق الشور وكلهم في المشرق المالك العظيم في ذلك الزمان أرسل برودخ بلدان ابن بلدان مالك بابل رسائل وهدية هي الرسائل قلنا الموضوع التالي حصل سمعنا أن هذا كذا كذا حصل من فالرسائل الحاجة التانية هدية طبعا هديث من لك رب أنا ما يوريك يعني هديث من لك دي شكل ايه مش هيجيب لك ترطا يعني ولا هجيب حاجة حاجة عجيبة إلى حزقية لأنه سمع أن حزقية قد مر ده العدد الأول في نهاية الموضوع العدد الثاني فسمع لهم حزقية كلمة سمع المذكور هنا اللي عنده كتاب بشوهد مكتوبة حاجة تانية أنا جريتها بجوة بس مش فاكرها وكلمة سمع مترجمة بكذا طريقة في الترجمات اللي أنا جريتها يعني تحد معكتبه شوهد يجراري الكلمة إيش أنا مش فاكرها نعم فارحة 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 هو أحد الترجمات جابها بالصورة شوية صارخة جدا أنه أنه يعني يعني فرح الكلمة يقوله كده يعني في أصلها اللي هي زي ما الواد يفرح بالبت اللي مستنيها يعني مستني حاجة ليه لأن المعجزة حرست وعدين الدين ماجي كلها زي بعض كيف يعني ما حدش دري بالحجاية دي وقعد يوم اثنين تلات ما ما عطولوش تيكس ولا تيكس لا فلما لاب آه آه كده آه كده نستدرب اللح ممكن يكون لما أجد الله ومفتكر كده برضه نستدرب اللي حصل ففرح بيه يعني مستني حد يجي والحاجة وأول ما جم فرح يعني فين كأن بيقول انت غيبتوا عني مش لازم أستول في الكلام لكن الكلمة بتعني هذا المعنى كأن مستني البت دي ولجاه فرح يعني الحقيقة من أكتر حاجات اللي بتفرح الخطيب لما أشوف خطيبته يعني حاجة مسافر مثلا سنة ولا اتنين وراجع يشوف خطيبته يه يعني هيحصل لهم فنفس الحكاية مع عمنا حسر أو مشابهة ليها خطيبته لما أتنين لما أتنين لما أتنين لما أتنين لما أتنين لا دا حط نفسه حتة كثير خالص فأعاك حاجة طبعا وحط نفسه أكتر من كده كمان صحيح طب بعد ما فرح عمل إيه بقى فسامع لهم أو فرح بهم حزقية وقراهم كل بيت ذخائره إيه بيت ذخائر دي نعم كل حاجة ده أحيانا بعض الأغنياء أنا متأسف أقول كده ما بيقريش مراته الذخائر بتاعته فيه يعني إيه ما يمرهاش ليه دي بتاعت أنا ذخائري أنا مش بقول ده صح ده غلط جدا لكن أن يوري ذخائره لشعب غريب ولا حتى مالك جال ده بعت له رسل لرسل جايين من بعيد معرفهمش ولا شافهم قبل كده توريهم أسرارك كلها وفارحة بهم وأراهم وأراهم كل الوضع غير طبيعي يا بدا ده تم كده ليه والكلام اللي اللي ورهوا لهم لما جاء شعي أقول له هنجيلها يعني بس أعتقد خافي خافي أقول أي حاجة غير غير الحقيقة أنا طبعا أنا شاعر في الموضوع عن موضوع فقال له وردتهم كل حاجة واحد وره كل حاجة دي ناس ما عرفهمش ليه طيب بيسألوا على سلامت احكي لهم الحكاية سأل لك سؤال أو لك ننفت جوابت يا رد علي وخلاص لكن من فرحته بالضبط زي أنا المتصور الكلمة دي فرحة الخطيب بالخطيبة أو سامحوني الواحد اللي عاشق بيته ولقاها يا خابرة بياض انبسط كل حاجة في حياته كشافة نعم جدا بالضبط برعا زاد مليئة وده مكتوف سفر أخبار الأيام هنطلع الشاهد دلوقتي فرحة بهم وأراهم كل بيت ذخائره والفض والذهب ياخد الحاجة فيروس بيش سامحوني أنا ما أعرف ابني عنده حساب جدي ما أعرفش ولا عايز أعرف حتى الخصوصيات هو أنا مال أنا لكن ابني ما أعرفش قبل البالوة أو بعد البالوة بتحدي سن حريب دي اللي اداله كل الحاجات يقدر يكوش تاني يقدر يكوش تاني الموضوع ده غامض مش هنعرف نوصل له لحد لكن أراهم كل بيت ذخائري والفضة والذهب والأطياب والذيت يعني اللي مش لها حاجة مورها لهم مش لها برها لهم كل حاجة لها قيمة في البيت والذيت الطيب وكل بيت أسلحته إيه إيه ده أنت بتوريه المين ولدك وليه العهد آه بالزبط هو فرحان جدا ومبسوط بالبهلالة بتاعي تشوفه ودك مبهورين هو فرحان بالإنبهار ويمكن يقول هذا المجدى الرابة برضو لمجدى الرابة أقول لنا عايزه تحت هذا العنوان وكل ما وجد في خزائنه ده إيه ده ده يقول كده لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقي في بيته وفي كل سلطنطه طبعا ملاحظين اللهجة المكتوبة واضح سرور ربنا يبيه مش كده ده ربنا قبله قلبه قبله قبله ويشوف المنظر مين دول بالزبط مين دول عشان توريهم كل ده مين دول والآن ربنا زي ما سنشوف في سفر أخبار الأيام الثاني نقرأ عشان نتكلم عن حاجة أرينا 32 31 أخبار الأيام الثاني 32 31 بيقول الكتاب عن حزقية عشان عشان أعمال جيبها بعد سيرة أعمال من عدد كم هذا تختار حياة حزقية بدأ سيرة أعمال خوصية عشان هي كلها تثيري كلها على بعض الشيء نفهمه بالضبط من عدد 24 في تلك الأيام مرضة حزقية دي كل القصة بس ملخصة في أخبار الأيام التالي مرضة حزقية إلى حد الموت ولما نعرف أن القصة ملخصة في أخبار الأيام لازم ننفهم حاجة أخبار الأيام يريد أن يبرر أولاد داود داود وأولاده عايز يشوف خزي داود أو خزي أولاده جرافة الملوك مش هتلاقيه في أخبار الأيام إلا لو اضطرار يقولها يعني فهنا اختصر القصة دي قصة خزية الحزقية اختصارها خالص بس بيذكر المعنى الروحي أن كيف ربنا يعني دوك الملوك التفصيلي قصة بالضبط والتفصيل في ملوك التاني هنا المعنى التفصيلي ربنا عايز إيه وبيتكلمه إزاي يعني بيأخبارها من ناحية الروحية واخبار الأيام واخبارها من ناحية الروحية عشان كده ما بيلومش كتير داود على العامل ومع صمار ولا لا ما تقومش بتخبار الأيام تلوه في ملوك بس معروف أو سفر أخبار الأيام من ناحية الاخره كله بيغطي على الوحاشة الكبيرة بتاعت بيت داود بيأتبر ربنا غفر لهم ورحمهم وخلاص يعني مش بيقول غلط لا مفيش غلط سفر أخبار الأيام بس هو اتجاه السفر أعلن هذا سابقا في الملوك بشان أعلنه زينا دلوقتي بنشوف إزاي ربنا استخدمت هذا النسل اللي مجيء المسيح ودي طبعا أهم حاجة عند الرب فالقصة كلها في أخبار الأيام بيقول في تلك الأيام مرضة حزقية إلى حد الموت وصل إلى الرب فكلمه وأعطاه علامة يعني لناش حكاية إيه حكاية عرض إشاعي العلامة اللي انت عايزها اجسمى تغيب ولا تغيب عشر درجات ولا ترجع عشر درجات كل هذا مذكور هناك في الملوك لكن هنا أداله علامة ولكن لم يرد حزقية حزبا ما أنم عليه يعني لم يرد يعني كان ربنا عايزه يرجع عن فكرته يترد يعني فكر كده ليه أنا قلت كده وليه رب سمحني أن أنا طلبت علامة مش هفروض أطلب منك علامة مع مالش كمل فيها وطالب الأصعب ولكن لم يرد حزقية حزبا ما أنعم عليه ليه لأن قلبه ارتفع فكان غضب عليه مسكا من ناحية الروحية التفسير الروحي إيه القصة دي وعلى يهوزة وعلى أوروشاليم ثم تواضع حزقية تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه وهو وسكانه ورشاليم فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقية لمفروض كان يأتي في أيام حزقية لكن مجرد ما تاب شوية مش مئة المئة كل ما سنشوفه النهاردة لما تاب شوية قدام إشعية فربنا قال له خلاص بلاش الغضب في أيام حزقية فلم يأتي عليهم الغضب غضب الرب في أيام حزقية نشوف بقى هنا زاكر أمجاد حزقية وده من ضمن الحاجات طبعا صيحة جدا لكن الأخبار الأيام مخصص للذكرة أي حد عايز يوعز عزا عن داود كلها كرامة اللي هي في خبار الأيام لازم يخلط أخبار الأيام مع الملوك عشان يطلع قصة الحقية وكان لحزقية غنى وكرامة كثيرة جدا وعمل نفسه خزاء للفضة والذهب والحجارة الكريمة والأطياب والأطراس وكل آنية ثمينة ومخازن لغلة الأرض لغلة الحنطة والمصطار والزيت وأوارر كل دا شافوا الناس دول وكل أنواع البهائم وده القطعان أواري وعمل نفسه أبراجا ومواشي غنم وبقر بكثرة لأن الله أعطاه أموالا كثيرة جدا وحزقية هذا سد مخرج مياه جيحون الأعلى أول سد عالي نقرأ عنه في التاريخ عمله حزقية مش عبد الناصر عمله حزقية إزاي أنه معرفش الهندسة بتاعته جاتله إزاي طبعا مش هو المساعدين بتاعه شخص فزي جدا فكان فيه نهر عالي نهر جيحون ده العالي فسده وخد منه عمل قناة بحيث تنزل تحت الأرض وتطلع للمدينة أوروشاليم العالية فعمل زي الأولين المستطراقة دي فدخل المياه لبدينة أوروشاليم إزاي إنه سد النهر فبدل ما مياه تروح حتة تاني راح دخلها أوروشاليم حاجة عجيبة جدا ده حصل أيام حزقية وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود وقفلها حزقية في كل عملية يذكر حتة صغيرة خالص على التجربة دي اللي هي الضرف فيها حزقية لازم يذكرها حينها مذكرش خالص وحينها يذكر بس إيه ما يذكرش الأمر بصورة يعني انتقامية بس بصورة يعني أب بيغطى على ابن فبيقول إيه وهكذا في أمر تراجم رؤساء بابل إيه تراجم رؤساء بابل ما الناس اللي جابهم دول لازم يعرفوا عبري ولازم يكلموا خالداني فدي تراجم يعني بترجموا الكلام الذين أرسلوا الذين أرسلوا إليه ليسألوا عن الإعجوبة غالباً أرسلوا إليه اللي هم التراجم دول أرسلوا الحزقية يعني ده مين اللي أرسل مشاورة هناك لما شافوا المعجزة العجيبة دي ليسألوا عن الإعجوبة التي كانت في الأرض يقول هنا إيه تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه سابه وإعمل لأنت عايزه ما قالوش لأنه هو كمان يعني حيجنن يوري حتى لو قالوه مش حيوري مش حيبطل يوري فسابوا ربي شوف هتعمل لي وحدك فالله حصل ورهم كل شيء من كل ما كان فيه خزائنه تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه برضو ما فيش إدانة هنا الحزقية ده نظام سفر أخبار الأيام يقول ليه وبقية أمو الحزقية ومراحمه ها هي مكتوبة في رؤية شعاية بن عموس النبي في سفر ملوك يوزه وإسرائيل دي في شعاية سبعة وثلاثة ستة وثلاثين سبعة وثلاثين وثلاثين ليه هناك ثم طيح حزقية مع أبعية فدفنوه في عقبة قبور بني داود وعملوا وعمل له كراما كثيرا عند موتية كل هزو سكان ورشدين وملكة منسة ابن عوضة فهنا آية مش مكتوب ما مكتوب في الملوك ما الكتاب مقدس كتاب واحد بس سفر أخبار الأيام بيعيد تاريخ بيت داود بصورة مكرمة ليه لأن منه جاء المسيح بيذكر الغلاصات أو ما يذكرهاش مش مشكلة إنه مذكورة في الملوك لكن دايما يعني معروفة عند أي جهة تفسيرية في كليات اللاهوت إن الملوك تأخذ القصة بالزبط في الأخبار الأيام تأخذها حسب النظرة الإلهية لجد المسيح فالمسيح مطفي يعني خير على على الكل ورحمة خصوصا دول تابه حزقية تابه والتاني تاب اللي هو داود تاب نرجع للملوك التاني لم يكن شيء لم يرى مياحة الزقية في بيتيها وفي كل سلطنة بس مستر رياح راح قالوا من شاعي في مسؤول يجيالك الموت يا تارك الصلاة راح وصل يا شاعي يا أخي الواحد كان نفس يعني مش عارف قولي نحن نفس يكون عنده واحد زي شاعي دا كلهم يغلط يجيله الواحد يتعلم كويس يعني احنا بدأ الاشاعي عندنا الروح القدس كلها نقلة يكلمنا بس اللي يسمع واللي يفهم واللي يطيع جاء له الاشاعي النبي إلى الملك حزقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك رد حزقية على البند التاني الأولاني ما ردش عليه هو سؤال سؤالية المشكلة ماذا قال هؤلاء الرجال وتاني حاجة ومن أين جاءوا إليك نسي الأولانية ما تهموش لأنه هو يهم نقطة مهمة فذكرها برضا ما فوتهاش اللي هي ايه يقول كده فقال حزقية جاءوا من أرض بعيدة من بابل بقى فتكر يعني كان بيقول بعيدة دي يعني ايه شوفوا ها شوف بقى كيف ده مش مشولي سبعين ميل لا مش عارف كام فيه قدرت بتسعمية ايه واحد تاني قدرت طبعا حسب الحتة فين اللي بابل يعني نعم تسعمائل ألف ايه ده رجبه طيارة لا رجبه عرضية لا رجبين ايه ازالك ما عندهمش يعني يا مركبة يسوق يا جمال جمال في العهد الجديد وان كنا مش عارب المذكورة دي ولا لا الصور بس ايه وسيلة النقل وقتها نعرفش ليه حاجة مهمة جدا كواكب اتغيرت والنظام بتاع النجوم اتغير ايه اللي حصل ده لا اكيد الحزقية نسمعنا القصة يقول عارف السر احتمال كلمة ماذا قالوا لك احتمال كلمة ماذا قالوا لك ايه السر في اللحاصة طب هم قالوا مش عاجة ولا عارف السر في اللحاصة لا عارف من فين هو فقالوا هم جاءوا من أرض بعيدة جدا متأسد بعيدة بس فقال الحزقية جاءوا من أرض بعيدة من بابا لا خلينا النقطة المهمة فقال ماذا رأوا في بيتك يا فقال له اقول لك ايه يعني ايه بدلا من اتعف في الجوال ان وريتهم كل عاجة شوف يا يا شعي ايه طبعا وربنا ساخط اصلا طبعا طبعا مية المية بالظبط وده احساس الرب اللي نقده الحزقية بروح القدس ايه عميل وده يا من كده ليه فيه حاجة في التوراة بتتكلم عن بابل وعلاقتك ببابل فيه وصية احبه بابل ايه هو بابل ده علاقة بابراهيم مالوش علاقة بابراهيم هي ومالوش علاقة بابا بابل 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 يعني الشعير المتوضن بلاحة جيدة الحياة جيداً 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 أما عرفش يجعب على أول يعني وجاهز طبعاً هو ارتبك لأنه وظهور أشياء في المضوع معناها فاش خير يعني لأنشها لسه جاهله من شوية صغيرة أنك هتموت من شهاية صغيرة جدا وبعدين جولوا دولة على المسافة المواصلة بس مجرد ما حصلت المعجزة مجرد ما وصل فمعرفش شهر شهر ونص شهرين مش كتير يعني وظهر أشياء تاني طبعاً حزقية توقع أنها مش هتبقى زيارة يعني فيها متحلية فقال له حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائن شيء لم أرهم هي اختصرها خلص ما في شعية ما في شعية فقال شعية لحزقية اسمع قول الرب وَذَا تَأْتِ أَيَّامٌ أَنْ يُحْمَلُ فِيهَا كُلُّ مَا فِي بَيْتِكَ وَمَا ذَخَرَهُ أَبَاءُكَ إِلَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى بَابِلْ لَيُتْرَكْ شَيْءْ يَقُولَ الْرَبُ أَوْ الْبَنْدِ فِي الْحُكُمْ تفتكروا لما حزقية هو حالياً في الفردوس وهيوصل جريب لكرسي المسيح ويلاجي مركزه أمام كرسي المسيح متخلف كتير عن إشعية هيستغرب إشعية يستهل المركز الممتاز خصوصاً فوق هيعرف أن منسة نشر إشعية بيقولوا التقليد اليهودي نحن مذكور عندنا كلمة نشرو بس لكن تفسيرها رجعوا للتقليد فعرفوا المفسرين أن ابن حزقية منسة هذا نشر إشعية النبي فلما يبص لدي إشعية فين وفين هيقول أنا أستهل لن ينسب لله جهلة أنا أستهل قلبي لم يكن كاملاً أمام الرب الرجل ده كان قلبه كامل الرجل ده كان أمين إلى الموت لذا رجع الواد اللي طالع مني ده اللي أنا كنت مصر عليه كنت مصر عليه ليه؟ باهد للدنيا وملأ أوروشاليم ندمه هو السبب كل السبيد هو الخراب وفي الأبدية كل واحد هيعرف فينا مكانه أنه ده ناصيبه لأنه ده حقه بالضبط عن ضربنا ويقول الكتاب تغلب متى حكمت لما تظهر أعمال الإنسان ده بالنسبة للناس اللي رحين جهنة أو لما نقف هم كرسي المسيح كل واحد ياخد مكانه هو عارف ما ينفعش إلا كده والسبب هو مش ربنا لظلم الله لا يظلم أحد سبب عدم إيمانه سبب عدم ثقة في الله سبب عدم تكريمه للرب سبب عدم تصديقه للرب عاج طبيعي بين الناس يشوف واحد يقرف منه يشوف واحد يستلطفه بدون أي اتجاه روحي في حياته يوصل فوق يعرف أنه هذا هو العدل هذا هو العدل ياما ناس كان يحبوا المناظر يحبوا المظاهر يحبوا الفخفخة يحبوا الشهرة ايه قيمة هذا عند الله مسيح قال هو على الأرض هنا مجدا من الناس ليست أقبل وناس تطلب مجد الناس ذا بيه بشراها يوصل فوق فيه في الآخر خالص لأنها مش من إرادة الرب ودي نصيحة مهمة جدا نطلع بيها من هذا الحدث الحدث النعمة نستجاب له طلبته لكن لم تكن هذه مشيئة الرب لما قال له يفصل باتك أنك تقول جاعد يسرق زي الأيال أعملها مرة كده عشان ما حدث يجروا يطلبها تاني مني تاني ما عملهاش بعد كده ربنا خاله ولا قبلها عملها فقبول مشيئة الرب في حياة الإنسان هذا هو أسهل الطريق للمجد الأبدي اقبل مشيئة ربنا في حياتك لا تقعد شي طول عمرك أنت متزمن لأن ربنا أخذ منك حاجة وإديها لغيرك هو حر هو حر يعني ده زي ما قال للجماعة العبيد الأجرة اللي أجرهم في ساعة واحدة والأجرة اللي أجرهم طوله اليوم أم يحق لي أن أفعل ما يعني ما أرى بمالي أو ما يعني 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 فقال إشعي لحزخي اسمع قول الرب هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرب حصل أو ما حصل شيء يعني حصل بالظبط إمتا لا جيني شوفوه يسألوا على سلامته ويعرفوا إيه العجوبة اللي حصلت ما قالهم الحاجات دي ما حصلت النبوه حصلت لأن النبوه خذ نصر الملك بابل اللي جي بعد بلدان ده هو اللي حرك بيت الملك وحرك بيت الرب وكسر كل حاجة وخذها بابل ده بعدها بحوالي مئة سنة أو مئة وشوية اللي قاله حشاء حصل كل ده ناتج من إيه؟ من ارتفاع قلب مؤمن خاطئ يراح جانم خلاص لكن دراح السماء لازم يخلص الحساب هنا على الأرض فبيقوله بيقوله ده هيحصل حاجة كون أنت يا رسولهم ده حيروه عند بابل نعم؟ ها؟ ها؟ نفس الآن يا دي استعمالها في الدعارة ده بيشرب هو عنده النسوان وركز وحيصة يعني بيوت على إيه؟ دخلت فيها قانية بيت الرب إيه دي؟ ده أول حاجة طبعاً ما كانش يتخيل حزقية أن في يوم يخطر على باله أن أعملت النحاس بتوع الهيكل حيتكسره وشلوم نعارف شلوم على إيد هول عربات إيه اللي تشيل النحاس ده تتيل جداً ما كانش ليه وزن خالص أهم سليمان البيت اللي بتاع بيت ربنا لأيام حزقية هو بتاع أيام سليمان لم يكن وزن للنحاس كل ذات شقال لبابل إيه ده لأنه مؤمن أنعم عليه بطلبة وهو سك فيها بقى وإيه وتمخمخوا وانبسطوا وراهم ولما لما نزل من القمة إلى آه هل أجي في السماء عليها طبعا هل أجي في السماء مئة المئة مئة المئة عمل عمال جميلة جداً بس قبل ما قلبه يرتفع ارتفع قلبه ارتفع قلبه إيه حاجة الثانية اللي جاء له في الحكم شعية أول حاجة كله يتأخذ ليترك شيء ثاني حاجة ويأخذ من بنيك الذي يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصياناً في قصر ملك باب انزعك بقى حزخيه وتعبوا لا ما انزعكش ما لقى ليه فقال حزخيه الإشاعية جيد هو قول الرب الذي تكلمت به وبعدين كم جملة ثانية ثم قال فكيف لا إن يكن سلام وأمان في أيامي عرفين فان حزخيه عندما كنت جاس في أيامك انت قال لا أنا عرفته مين يقول لي نعرفها من فين؟ آي 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 بالضغط قال له هحميح صح وكمان هنا النبوة يقول له إيه تأتي أيام مش كده ولا إيه في عدد كام؟ هو إذا تأتي أيام عدد سبعتاشر لسه أيام جاية لكن أنا عندي حاجة تانية معلش حد اكتشفها حاجة لما اسمها عزقية ضمن آي أيوة حاجة لولاد شفتي آخي عاز ولاد في الدنيا حتى انخربت البلد إيه يا أخي ما قلت شاند ولاد حزقية قال له حيتاخد من ولادك قال لك خلاص حلو وكمان أيام جاي أيوان جاي خلاص يا عم المؤمن أعيش وأمبسط وأشوف عياله ربيهم آي طبعا مما خده من من الملك من عيل المالكة فهو من عيل المالكة حفات حزقية هو زمن بنيك يؤخذ بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونوا خصيانا في قصر مالك بابل فقال حزقية بإشعية جيد هو قول الرب الذي تكلمت به حد فاكر مرة ثانية حصر في كتاب مجلس الأكادي برافو عليك عالي الكادي تصوروا تصور إن حزقية بأمجاده الرهيبة وصل لمستوى عالي الكادي لكنه فارج من الأثنين ما الفارج؟ صعب نعرفه لكن يعني صعب نعرفه لأول نعرفه صامير الأول الصح كام؟ صامير الأول الصح ثلاثة أرحمنا يا رب أرحمنا يا رب أرحمنا يا رب من عدم الخضوع لمشأتك هل هناك ترنيمة أخضعني لمشيئة حجزك هنا؟ هل هناك فتن؟ طيب من فضلك نرنيمها بعد الاجتماع أنا حجزها من دلوقتي أصليها درس النهاردة لما هم قابل حكاية جداً إخضاع الإنسان نفسه لمشيئة الله صامير الثاني ثلاثة كم؟ ثلاثة 18 ثلاثة 18 بيقول إيه الكتاب مقدس هناك؟ بيقول نجرى من خمسة عشر والتاجع عصامير للصباح وفتح أبوة بيت الرب وخاف سامويل أن يخبر علي بالرؤية شاهد رؤية سامويل عن الخرابة الأحل ببيت علي فده علي سامويل وقال يا سامويل لما قال له أنت بتناديني قال له لا تناديني قال لا وبعدين طلع ربنا مين هذه سامويل سامويل فأعرف رب ماذا تريد تكلم يا رب في أن عبدك ساب فقال له البلوة اللي حتحصل من ربنا على علي فعلي سأله الصبح كمش عايزة جاوة بس لحاجة صعبة يعني فده علي سامويل وقال يا سامويل ابني فقال أنا أزل فقال ما الكلام الذي كلمك بي لا تخفي عني هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد أنا خفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك بي فاضطر يقول له كل عاجل فأخبره سامويل بجميع الكلام يخفي عنه فقال إيه علي هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل فيه تشابه بين كلام عالي وبين إيه حزقية هنا قال إيه قال هو قول جايد هو قول الرب الذي تكلمت به ثم قال فكيف لا إن يكن سلام وأمان في أيامي فيه فارج بقى من هنا عالي وحزقية في إلى حد ما صح صح إيه ثاني إنه حيخال اللفو هيعيش خمسة سنة مع العين كمان إن عالي كانوا لده موجودين اللي هما سبب الخراب كان ملده موجودين بس هو عيبه مش قادر يردعهم بيوبخهم بس ما بيردعهمش ومفروضه في مركز القاضي والردع ما عملش كده هو قاضي إسرائيل كان القاضي هو في نفسه الكهنوت الكهن كهن القاضي لما يكون مفيش رب منه ما أقامش القضاء الكهن ما بيكون مقام القاضي فعالي ما ردعهمش لأنه معيانه مفروض يطردهم خالص من الكهنوت ما عملش كده لكن ده حزقية بإصراره على رفض مشيئة الله وإصراره على النعيش وإصراره فهو جاب ده نفسه الكافية أصلا أولاد عالي موجودين من قبل كده الكافية موجودة الخراب موجود بس ما عملش الخراب بحزم أو بردع الكلمة الكتبية ردع لم يردعهم يا جناده جابه لنفسه لأنه لم يقبل مشيئة الله أنه يموت ليه أنا مش فاهم وإيه في الموت يا أخي وجلك هتتسجن قال لك هتروح لهوية يقول لك هتوط طيب هتوط هتروح فين ما هتروح عند ربنا لو تقلم دائجك في كتب وبيبعت لك أوصي لبيتك ده ما عملاش ربنا ما حد تاني يعني ما نراش في الكتاب جايز عمالها في القلب ها وعلي خد جزاءه طبعا كانت كاسر رقبته ما آخر حاجة بقى في الموضوع هنا بيذكر أعمال حزقية كل هذه الأعمال اللي تذكر في سفر الأعمال الحزقية كلها حصلت أبدا 15 سنة فبلا حبيب فبلا حبيب فبلا حبيب جميع ذكر في الثيانة على المستوى الإختلاف الجيل عالي عبد النبيع عيسى تتصرف مع محمول الجدان ويفتح الإنتجان أرباعه وفي الآخر نسبح أن المحمول جوج فليم وحن وخلف منها عيسى طبعا وغير كده غير كده حبيبي اللي بيحصل اللي من دول أوحش بكتير قوي من اللي بيحصل الزمان ده صحيح ده كلمة الرب اللي مقال لعل ابن الإنسان يجد الإيمان على الأرض اللي بيحصل كتير قوي في الكنائس مش بس مسلمين وغير مسلمين في الكنائس نفسها وربنا يا الحم عشان كده نحن نحتاج إلى صهر دائم صهر دائم في هذه الأيام الذي كثر فيه الشر وساد الشر سيد فعلا البلاد اللي احنا عايشين فيها دي سمعنا عن رئيس جمهورية أمريكا يساعد المسلمين القتلت الناس بوتين ده شعره أرابي شيب يقول له دولا بيأكلوا لحوم بشر دو كم طنش ده رؤساء أمريكا اللي أولينا جابوا هم حاجات شفتها أنا معرفش قبل تحس الكلام بتاع اللي الرئيس كانوا وعظة من كتاب مؤدس إيه ده إحنا وصلنا في إيه ده العالم كله منحدر والكنيسة كمان كده سمعنا زمان في أي وقت من وقعت فيه كنيسة واثنين وثلاثة ومية للشجوز الجنسي ولايات بحالها تصرح جواز السجوز الجنسي هو إيه ده العالم منحدر جدا يعني أوعدوا تتخيلوا أن زيام زمان أوحشوا نراتي أبدا 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 العالم نازل تحت حشكتها الربقة ربيد تفضلي دولا ما قل لاش حاجة الزالت نعمة جدا يعني بالعدد لا الزالت في الكنيسة المؤمنين الأطقياء ليه لأنه عاشين في جوه مظلم جدا هو بينوره الزالت النعمة جدا لكن الخطيئة كثرت جدا الخطيئة كثرت جدا يعني زالت نعمة جدا ده ما يعنيش أنه يعني 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 ما يعنيش مش كثرت الخطيئة لا كثرت الخطيئة الزالت النعمة دي نتيجة دي كثرت الخطيئة ربنا قال قدس شعبو عشان يقدر ينور في الخطيئة البلاوة دي دي اثنين مع بعض يعني أتفضل ما هو الفكرة وهو كان أصغر كان برضو هم نفس الحكاية يعني ما خلفهمش في التسعين ما كان عنده خمسين أربعين كان خلف وهم شغالين في الشغلة دي لذلك الرب أمر من بيت عالي كله يتشال من كهنوت كله تشال ما فيش ولا كهنوت دلوقتي من بيت عالي مش دلوقتي أصدقاء المسيح أن كهنوت نفسه رخر لوقتي يتشال خالص فنختم بقى بالأعمال العظيمة الأعمال الحزقية وبقية أمور الحزقية وكل جبروته وكيف عمل البركة والقناة معجزة طبعاً معجزة رهيبة جداً إزاي السد العالي يتعامل مش عارف سنة ألفين قبل الميلاد أنا معرفش عزقية السنة كام قبل الميلاد لا سبب يورو سبب ومية سبب ومية وشوية قبل الميلاد وإحنا لما عملوا جمال عبد الناصر في سنة ألف شعر تسعمية كانوا مقصينا نورت الصعيد ما كانتش في نور خالص عندنا نورنا البلد اعتبرناها حدث يعني فز في التاريخ عملوا حزقية قبلها بألفين وشوية سنة ألفين وصوحوية سنة نعم طانل جوه الأرض كده هفروا سد المية هنا المية نزلت في الطانل كان عمل لها مخرج طلت عمدة أوروشالي عايشين في إز نهر جيحون وصل لهم البلد طبعا إزهال يعني ده كل عمله حزقية كيف عمد البركة والقناة وأدخل الماء البركة ده عشان جمع فيها الماء وأدخل الماء إلى المدينة أما هي في سفر أما هي مكتوبة سفر أخبار الأيام من الملوك يهوزا ثم اتجع عزقية مع أبائه وملك منسة ابن عوضان عنه درسين مهمين نختم بيهم موضوع الحكاية أول درس لابد للإنسان أن يروض نفسه للتقوى بما فيها أنه يقبل كل ماشية إلهية في حياته بسرور ليه؟ لأنه مكتوب لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر يا السلام مهما كان الخبر مهما كان الخبر بالصلاة والدعاء مع الشكر تاني حاجة نبغي أن نهتم بيها هل إحنا عايشين وتركيزنا كله مخنا كله في الدنيا؟ ولا المفروض تركيزنا مخنا كله في السماء لكن نجون مثلا سبعين في السماء وثلاثين في الدنيا المفروض مئة مئة بالسماء لأنه قال إيه؟ طلوب أولا ملكوت الله بره هازي كله إيه؟ هنعيش في راحة خالص عملنا كده لكن الواحد فينا يقارن نفسه وأنا سنادي اهتماماتي الروحية وتركيزي فيها وطلبي إياها وعايزها أكتر من قبل كده أولا أجال هنا شهادة أعمال حسابة كلها دنيوية مع أنه عمل خير كتير روحي وصحق حية النحاس عمل حاجة كبيرة جدا لكن اللي مذكر له الممور الرهيبة كلها دنيوية الموضوع السد العالي ده اللي عمل فعلا بلا شك موضوع مهم جدا لكن لو كان حزقية طالب الرب بكل خلبه ما كانش رفض مشيئة الرب وقال لك رب قصد حاجة وقصد خير وانتهى المضوع من نسبة لك لكن هو طالب عايز يكمل العمر في العالم ليه؟ لا متاخدنيش حرام عليك هو ظلمك رفض أبا أن يسلم لمشيئة الله فكل ما تكون نظرتنا إلى الأبدية وطلبنا الأبدية وقلبنا في الأبدية زي ما قال بولوس ورسول آية بتاعته إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق طالبين اللي فوق طالبين اللي فوق هنعيش في عزه رهيب جدا وربنا يكرمنا وإيهنا كل المجد الأبد آمين نعم آه طبعا طبعا نكون في السماء لا هي اللي بيعاني الغلطات ما نروحش السماء بأنه ولا حد فينا هنروح للسماء من مننا نعانيش غلطات لا 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 الزهاب للسماء بكفار الدم يسوع المسيح طالب الغفراء من الرب مش بالأعمال الصالحة خالص